حلقتنا النهاردة هنعرف مع بعض ازاي نعرف التابعة Canon iSensis LBB 151DW من خلال الراوتر الواي فاي يعني هنعرف ازاي نستخدمها على اكتر من جهاز مبايات واكتر من جهاز لابتوب واكتر من جهاز تابلت وقت واحد من خلال الراوتر الواي فاي بدون استخدم اي كابلات كل ده هنعرفه مع بعض بس بعد الفاصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماذاكم يا اخوان امين ايه اخباركم ايه ان شاء الله كونوا بخير وفي افضل حال معاكم احمد السيد من قناة Canon بالعربي وحلقتنا النهاردة هنعرف مع بعض ازاي نعرف التابعة Canon iSensis LBB 151DW ودلوقت هنروح مع بعض ونعرف التابعة من خلال الراوتر الواي فاي باستخدام اللاب توب الاول مرة بعد كده مش هنستخدم اللاب توب في اي حاجة تاني وعشان ما اطولش عليكم يلا بينا نروح لجهاز اللاب توب على طول ونمشي الخطوات واحدة واحدة مع بعض يلا بينا مبدئيا كده انا سيبلكم رابط تحت الوصف في الفيديو الرابط ده بمجرد ان اطلط عليه هيدخلك على موقع التحميل الخاص بالتابعة زي ما انتم شايفين كده هيفتح لك الصفحة لقدامكم دلوقتي ده هتنزل تحت بكل سهولة هتلاحظين ان بيقول لك Your operation system يعني نظام التشغيل بتاعك بقى مطابق للموقع تمامه هنا اللغة لان الموقع بدع Canon لمجرد انه تخش تحمل اي تعريف طبع هتلاحظ ان الموقع عرف نظام التشغيل الخاص بالكمبيوتر اللي انت ستثبت عليه بالطبع ولو انت عايز تثبت التعريف ده على لابطوب تاني بنظام تشغيل تاني تضغط ضغط هنا وبتختار نظام التشغيل اللي يظهر لك اذا كان ويندوز او ماك بعد كده مننزل تحت شوية هنلاقي كلمة download ضغط واحدة عليها ثم يظهر لك download مرة اخرى ضغطة تانية عليها ثم بتختار كلمة yes وهنا بيقول لك لو ما ظهرش download automatic خلال بعض الثواني يعني اول ما تتحمل تفتح معك على طول ثم بعد كده بيفتح معك automatic بعد ما يتمل تحميل التعريف ثم نختار yes وننتظر وهنا بيبدأ بفاكد ضغط التحميل بتاع البرنامج بعد كده تخفي الصفحة اللي قدامك دي ونخش على التعريف اللي حملناه في download تمام عادي جدا هنختار my computer او this computer عندك هتلاقينا في الليمين هنا كده كلمة download اهي ضغط واحدة عليها هتلاحظ ان البرنامج نزل هوت وبعد ما فاكدنا الضغط نزل على هيئة maf تفتح عادي جدا وطبعا احنا عادي نعرفه الطبع من خلال الراوتر الواي فاي هتعمل ايه؟ هنروح على network settings tools ثاني اختيار ضغطتنا عليه ثم هتختار ثالث اختيار وهو cnanstk تمام اوه ضغطتنا عليه برضو ثم تنتظر ثم هنختار yes الخطوة دي مهمة جدا قبل ما نبدأ مع بعض الخطوة دي لازم تتأكد من حاجة مهمة جدا لازم تتأكد ان الراوتر الواي فاي اللي انت عاوز تتعرف عليه هو نفس الراوتر اللي انت موصله باللابتوب او الكمبيوتر يعني لو ضغطنا ضغطة واحدة هنا على الواي فاي اللي موجود في اللابتوب هنلاحظ ان انا متصل بشبكة اسمها canon يبقى نفس الشبكة دي هي اللي عاوز عليها الراوتر الواي فاي ولازم تبقى عارف كلمة مرور او باسورد الراوتر الواي فاي عشان ممكن تحتاجه اول خطوة دي بيقول لك هنا بيقول لك تقدر توصل الكمبيوتر او اللابتوب بالراوتر عن طريق كابل نتورك او كابل لان وفي نفس الوقت هتوصل الراوتر بمدخل اللان اللي موجود في الطبعة بس احنا مش عايزين الخطوة دي احنا عايزين نوصلها عن طريق الواي فاي هنختار الاختيار الثاني اللي هو مكتوب عليه ونعمل نيكست ثم هزهر لك هنا الخطة اللي قدامك دي هتعمل يس زي ما هي ونعمل نيكست وهتختار ايدي سطب زي ما هي هنعمل نيكست مرة اخر هنا بيقول لك الخطوة دي هل الرواتر اللي عندك في زرارة WBS ولا مفوش الو بي اس فحنا خلينا في الخطوة الصعبة لان لو ضغطت على دي بي اس هيتعرف على طول فاغلب الرواتر مفهز زرارة WBS فهنختار الاختار الثاني ثم نختار نيكست هنا بيقول لك ركب الكابل الو اس بي الواصل بين الطبعة والكمبيوتر او الطبعة واللابتوب وشغل الطبعة تماما ركبته خلاص هنختار نيكست مرة اخر وده جميع الشباكات اللي موجودة في المنطقة انا الروتر بتاعه هو كانون رقم واحد عشان هو اقرب حجلية هنختارها ونعمل نيكست وممكن يطلب منك بصورد بتدخل البصورد بكل صورة وبتعمل نيكست هنا بيقول لك فك الكابل الو اس بي اللي انت ركبته دلوقتي حالا ثم اضغط على نيكست وهنا بيقول لك تم اجتمال الطبعة من نجاح دلوقتي هتقدر تستخدم الطبعة على اكتر من جهاز موبايل واكتر من جهاز لكتوب واكتر من جهاز تابلي ثم اضغط على اكست دلوقتي نريد ان نضبط اعادات الطبعة لان الطبعة فيها هو الشوضار وحجم الورق ونعود دور كل اللي نريد ان نضبطوه نختار كونترول بنال لو وجدت فساط حماكتبنا كويس لم أجدتها وننزلها في أي حطة حماكتب وننزل على كلمة اخر الاختيار ثم ستختار من الجانب الشمال كلمة اسمها سيمس وبعد ما اختارناها سنذهب إلى الجانب اليمين ونجد ديسك توب ايكون سيتنجز اللي انا وقف عليها دلوقتي ضغط واحد عليها سيظهر لك جميع ايكونات الموجودة على سطح المكتب ستعلم صح على كونترول بنال ولو هي متعلمة صح يبقها موجودة في سطح المكتب عندك ثم تعمل أبلاي ثم اوكي سنجدها عندك موجودة بره ان شاء الله ثم نختار view devices and printers ثم حصل لواحة الطبعة بتياتنا مكتوب عليها Canon LBP 151 الآن نريد أن نضبط إعدادات الطبعة كيفية الكلمة عليها ثم ننزل على خطيار اسمه printing preferences وكما نرى هذه القائمة التي ظهرت لنا أول شيء نتأكد page size A4 ثاني حاجة output size نضعه بردك A4 والاختيار المكتوب عليه two-sided printing لو سيتم الاختيار كما هو فالطبعة بتاعتك ستطبع جميع الأوراق على الوجهين كيفية؟ يعني لو لديك أكثر من ورقة في ملف واحد فكله سيتطبع الوجهين أوتوماتيك ونفطر أن أريد واجه واحد سنقوم بعمل ضغط واحدة ثم نختار one-sided كيفية واجه واحد حتى الورقة هنا انفردت لو خلتها two-sided انظر الورقة ستقلب كأنها تقول لك سأقلب على الوش والدار لو سبتها كده ستبقى ووش والدار ولو عملتها one-sided يبقى ووش واحد وبعد ما خلصنا جميع الأعداد سنقوم بـ apply ثم اوكي ونذهب إلى أي جهاز موبايل وننزل برنامج Canon Print Business ونتأكد أن الطبعة تعرفت من خلال الروتر الواي فاي فأينا أول شيء سنقوم بعملها سنقوم بـ play store ونكتب كلمة Canon ونختار أول اختيار كلمة Canon الطبعة ستبقى اختيار رقم 4 Canon Print Business كما نرى ونقوم بعمل تثبيت ونجب أن تتأكد أن الموبايل يتصل بشبكة الروتر الذي متوصل عليه نفس الطبعة ده وقت تم التثبيت نفتح عادي جدا ثم نقوم بعمل فتح ويظهر لك بالشكل ستجد فوق على الشمال في طبعة وعليها علامة زائد ضغطة واحدة ثم نختار أول اختيار من طبعة وكما نرى الطبعة بتاكد نظاهرة مكتوبة على LBB 151 وهي ثاني اختيار ضغطة واحدة ثم نضغط على Add كده بموضوع سهل خالص ودلوقتي ستقدر تطبع أي ملف عندك إذا كان PDF أو صورة أور طب تعالوا بنا نجرب مع بعض سنطلع برة خالص تمام ونقفل كل دوت ثم نختار ولاكن أي PDF جالي ولكن كلمة Welcome أريد أن أطبع حيات اخترتها سنختار فوق الأيكون الذي عليها علامة مشاركة ثم نختار الاختيار العلمين مكتوب ثم ندور على برنامج Canon Print Burns أو كما ترى وهنا كده تأكدنا أن الطبعة بتاعتنا LBB 151 تمام؟ قبل أن نطبع أريد أن نعمل خطوات مع بعض نفهمها مع بعض نختار الاختيار لنأتي جنب أول اختيار ثاني اختيار مكتوب أول بوت Size A4 وهذا حجم الورق الذي ستطبع علي حجم A4 لا تتأكد أن لو حجم غير مطابق سيديك عطل أو أرور أو لا تكمل التباع خطوة الورق ثاني اختيار مكتوب One Cubes يعني عدل أوراق يقول لك من نسخة لتسعة وتسعين نسخة تختار مثلا نسختين ثلاثة أربعة وتعمل ورابع اختيار مكتوب Print Range ولو اخترت Print Range يقول لك أريد أن تطبع ملف كله ولو أريد أن تحدد التباع من كذا لكذا من صفحة كذا لصفحة كذا فتختار اللي انت عايزه وتعمل أو لو انت عايز تطبع ملف كله فتختار All ثم نلجع خطوة الورق وهنا بيقول لك Source هذا لا تلعب فيه خالص وهو مصدر سحب الورق انت عندك درجة واحد لكن فيه طبعات تانية يبقى فيها درجين وهكذا خطوة الورق خطوة الورق يعني الوش وظهر نقفلينه وبجرد أن تضغط دخطة واحدة أي ورق ستطبعه واحد على اثنين يعني ستطبع ورقتين على ورقة واحدة في وجه واحد ليس على الواجهين يعني ورقتين ستطبعه في ورقة واحدة جانب بعض لمجرد أن تضغط دخطة واحدة يبقى انت ستستخدم الخاصية دي لكي اعتزم هي يبقى انت مش عايز خاصية دي زبطنا اللي احنا عايزينه نجع خطوة الورق ثم نضغط على Print واللما دي لما تنور كده معناها انها اخذت order من الموبايل وقبل ما اقفل معكم حلقة النهاردة حابب اوضح لكم حاجة مهمة جدا بالنسبة للواي فاي لو جت في مرة تطبع من خلال الروتر الواي فاي ولاحظت ان انت طبع بش بتطبع معك فحصل حاجة من الاتنين اما غيرت كلمة مرور الروتر واي فاي او ركبت الروتر واي فاي جديد وفي كلتا الحالتين ستضطر تعيد نفس الخطوات وبكده انتهين من موضوع حلقة النهاردة اتمنى كون استفدت منه اتمنى الموضوع يكون اعجبكم مستنى اي سلسل وليق خصوص طبع القانون كان معكم احمد السيد من قناة كانون بالعربي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته